بسم الله الرحمن الرحيم أينما كنتم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم إلى عرضنا الإخبار من قناة الشروق نستهله بالعناوين يوبيا تعلن عمليات تخزين بدي عمليات تخزين المياه في سرد النهضة والسودان يرفض الخطوة الحكومة تؤمن على حق المواطنين في الاعتصام وتتعهد بتوفير الحماية لهم تحقيق يكشف جملة أخطاء صاحبت عمليات تفريج السودانيين العالقين بمصر مرحبا بكم وفي التفاصيل أعلن السودان رفضه لأي إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الرية الإثيوبية اليوم الأربعاء أن بلاده بدأت مملأ خزان سد النهضة على النير الأزرق وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن أجهزتها المختصة رصدت تراجعا في مستويات المياه بما يعادل مليون متر مكعب تسعين يوميا مما يأكد أغلاق بوابات السد النهضة وجددت وزارة الري والموارد المائية رفضها لأي تجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الإفريقي وعيس جنوب إفريقيا للتوصل للتوافق ما بين الدول الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا في النقاط الخلافية العالقة والتي يكمن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية وقالت وزارة الري والموارد المائية إنها ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية أمن مجلس الوزراء على حق كل مواطن في الاعتصام والحق في تأمين كافة الاعتصامات السلمية وأن توفر لها الحماية ويستمع لشكاوى المعتاصمين وقال وزر الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن اجتماع مجلس الوزراء ترحم على أرواح الشهداء أحداث فارتبرنوا بولاية شمال دارفور وقال إن رد الحكومة المعلن حول الأحداث تأخر قليلا نسبة لعدم وجود الوالي بالولاية وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التفاهمات التي اتخذت مع المركز بعد عودة الوالي للولاية واتخذت مجموعة من الإجراءات وأضاف فيصل أن رئيس الوزراء تحدث في الاجتماع حول ما تم تحقيقه من الوعود التي قدمت للمواطنين منها تغيير قيادة الشرطة وإجر العمل على تجهيز قانون الشرطة الجديد والأمن الداخلي وقال ناطق الرسمي بالقصور الأمني الواضح ناشد المفاوض العامل العون الإنساني عباس فضل الله وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بولاية شمال دارفور بالإسراع في توفير المساعدات الإنسانية لنازحي ومواطني منطقة فتبرنوا بمحلية كوتوم الذين تأثروا بالأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة ودعا فضل الله لدى مخاطبة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس اجتماع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والذين عقد بمقر منسقية العون الإنساني بالفاشر دعا للبحث في كيفية دعم القطاعات الحيوية المهمة للمتأثرين بالمنطقة خاصة قطاعي المياه والصحة حتى تعود الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن وقال منسق العون الإنساني إن اجتماعا سيعقد أغادنا الخميس مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالولاية لتنويرها بمجمل الأوضاع الأمنية بالولاية أعربت قوات حفظ السلام في دارفور عن قلقها حيال حوادث العنف التي وقعت في الشمال دارفور وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من المدنيين والنازحين خلال اليومين الماضين وقال بيان صادر عن القوة الهاجين يونميد إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال حوادث العنف التي اندلعت في مدينة كتم والهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على معسكر فاتبرنوا للنازحين ما أسفر عن مقتل تسعة نازحين وإصابة عشرين وقال بيان يونميد إن البعثة الأممية تشجب الخسائر في الأرواح والإصابات وتأسف للأضرار المادية التي لحقت بالمباني الحكومية والممتلكات الخاصة جراء أعمال العنف هذه وقال البيان إن البعثة تعمل بشكل وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية السودانية المعنية للتخفيف من حدة التوترات بغية الحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن المرحلة الأولى لتحقيق السلامي قد اكتملت وأن النقاط الستة الخلافية التي جاء وفد الجبهة الثورية للخرطوم لمناقشتها قد تم الاتفاق حولها والتوافق عليها جميعا وأشار فيصل في تصريحات صحفية عاقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى ابتعاث وفد حكومي لجبهة للمشاركة في توقيع الاتفاقية مع الجبهة الثورية ومناقشة وضع الترتيبات الأمنية وأشار إلى بعض الصعوبات العملية فيما يختص بتعيين الولاة والرغبة الحقيقية أن يكون هناك توافق حول عملية تعيين الولاة المتوافق عليهم مؤكدا أن تعيين الولاة يرتبط بالسلام وإصلاح الخدمة المدنية في الولايات والخدمات والحوار الاجتماعي لترسيخ مبادئ التعايش السلمية اختتم عضو فريق الوساطة ديو ماتوك اليوم زيارته للسودان التي استغرغت عدة أيام بحث خلالها عددا من القضايا فيما يتصل بمحادثات السلام السوداني التي طرعاها دولة جنوب السودان واستحب ماتوك في معيته عددا من أعضاء وفد لجنة الترتيبات الأمنية من الجانب الحكومي لجبا لاستكمال ما تبقى من بنود في ملف الترتيبات الأمنية تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية في أقرب وقت ممكن بجبا يذكر أنه قد تم تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية الذي كان من المقرر يتم سأمس وذلك لمزيد من التشاور أطلق ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي مبادرة تشاورية واسعة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بالسودان وكذا المشاركون في المنتدى الذي اختتم أعماله اليوم على أهمية السلام الاجتماعي جنبا إلى جنب مع السلام السياسي وأشار مشاركون في الملتقى لأهمية توحيد الرؤى حول قضايا السلام السياسي والاجتماعي وتناول الملتقى استراتيجيات مؤسسات الدولة في إطار الحكم الديمقراطي أبرزها الإصلاح الدستوري والاقتصادي والعلمي والتوثيقي والصحي والقانوني والسياسي الليلة بإنعاقة جلسة في واحد من المحاور الأساسية اللي هو جلسة اليوم الرابع أو اليوم الخامس في الواقع وواحد من المحاور الرئيسية لهذا الملتقى هو محور السلام ومحور السلام عموما من قسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وكل محور فيه عناصر في الأيام الأولى تم مناخشة السلام كعملية سياسية ثم تم مناخشة السلام الاجتماعي والتعايش السلمي والاجتماعي كمحور ثم هناك محور بسمية استحقاقات السلام أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا بشأن قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم في مصر على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وقالت الخارجية أنها تقوم مع سفارة السودان بالقاهرة بصفة راتبة بإرشان مندوب من طرفها لزيارتهم بغرض إصدار وثايق سفر إطرارية ليتم ترحيلهم إلى السودان بالتنسيق مع السلطات المصرية واستجابت السلطات المصرية من جانبها لطلب السفارة الداعي لتسليم المحتجزين وبادرت مشكورة بالإعلان عن جاهزيتها لتسليمهم في معبر أرقين وقامت السفارة بالتواصل مع نادي رجال الأعمال السوداني والذي أبدى جاهزيته للمساعدة في إجلاء المواطنين المحتجزين من أرقين إلى الخرطوم وإجراء اللازم من ترحيل واستقبال وفحص طبي كشف تحقيق أجرته الإذاعة الرياضية عن جملة أخطاء صاحبت عمليات تفويج السودانيين العالقين بمصر جراء جائحة كورونا وأشار التقرير لجملة أخطاء فنية وإدارية صاحبت عمليات التفويج بدءا من حصر العالقين وتصنيفهم وعمليات التفويج إلى السودان وانتهاءا بالإجراءات الصحية بعد وصولهم إلى الخرطوم وأشار التقرير لوجود تجاوزات كبيرة في عمليات التفويج من حيث منح الفرص للعودة للسودان وأشار التقرير إلى قصور كبيرة صاحب عمليات استقبال العائدين وإجراءات الفحص الطبي الخاصة بمرض كورونا بعد وصول العالقين إلى الخرطوم وقال العالقون إنهم مكثوا ساعات طوال في المطار بجانب تأخر عمليات الفحص الطبي الذي لم يكن دقيقا ولم يشمل كل العائدين حيث غادر العديد من العائدين المطار دون الخضوع لفحص كورونا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عواصف رعادية تضرب أجزاء متفرقة من ولايات القضار وقارف سنار، النير الأزرق، النير الأبيض، الشمال وجنوب كوردفان جنوب وسط دارفور خلال اليوم وحتى ساعات يوم غدنا الخميس وأشارت إلى تكون سحب رعادية تؤدي له طول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في تلك الولايات وناشدت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ تدابيرا لازمة والقاطنين بالقرب من مجرى المياه والخيران توخي الحيط والحذر وعلى المواطنين مراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التنويه جلس ما يقارب الأحد عشر ألف طالب لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بولاية النير الأزرق موزعين على 68 مركز بمحليات الولاية السبع وزير التربية والتعليم أكد تطبيق حزما من الأجراءات والاشتراهات الصحية تحقيقا للتباعد بين الممتحنين فيما ثمن مدير يونسي فالجهود التي بذلت واصفا إياها وواصفا إياها بأنها حققت المعايير الصحية ووسط طلاب أخيرا حسم أمر أطول عام دراسي بالنيل الأزرق بسبب جائحة كرونا وبدأ أكثر من عشرة ألاف ممتحن امتحانات شهادة مرحلة الأساس بعد معاناة وانتظار وترغب والصبر جميل عدد الجالسين حوالي عشرة ألاف وثمنمية طمنتاشر وعدد المراكز تمانية وستين فحقية طبعا السنة تعتبرت السنائية لأنه يمكن السنة كانت طويلة جدا بسبب جائحة طبعا قمنا بتعقيم الفصول ورش الفصول وتم توزيع كمامات بالنسبة لكل التلاميذ والتلميذات على عدد التلاميذ كلهم عدة اشتراطات وقائية صحية تم اتخاذها تحوطا وضمانا لسلامة الطلاب قامت اليونسيف بالتوفير البيئة الصحية من خلال تعقيم مراكز الامتحانات أيضا عملت على دعم الكمامات وعملت على التباعد الطلاب لضمان عدم انتشار وباء جاعة كورونا كما قامت أيضا بدعم المطهرات والمعاقيمات ودعم الصابون وتوفير مراكز القسلة الأيدي للطلاب وبالتالي نحن نسق تماما بأن الجو العملية الامتحانية هو جو صحي يعني ينطبق الطابق مع الاشتراطات الصحية المعمول بها من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الدبلش ومنظمة اليونسيف هذا المركز رغم 54 يحتوي على 133 تلميذة 100 نظامي و33 اتحاد ورعينا في جلوس الامتحانات التباعد الاجتماعي وقامت وزارة الصحة والحمد لله بتعقيم وتحضير الكمامات وغامت بكل الواجبات عليها وكان المركز مؤمن تأمينا تاما دعم التعليم عبر الواجهات الشعبية والمجتمعية مثل قوة دفع معنوية ومادية بمراكز الامتحانات في تجربة تضاف لتطويره عبر الشراكات نحن كان فينا عدينا حملة حملة الصحية عملنا شغل بتاع إصحاح بيئة المتكامل بالإضافة تاهية المراكز من تاهيل وصيانة وكهرباء ومياه وغيرها وده كله ده في إطار الدور المجتمعي والدور الأصيل البيقوم بونا في الأبناء النهضة ويوفر بحمد الله سبحانه وتعالى وجبة الإفصار الوجبة الرئيسية لغوة المراقبين لهم ستين معلم بالإضافة لغوة الشرطة تعليم الرحل ظل حاضرا عبر 157 طالب تأمل إدارتهم مزيدا من التطوير والترغيب هي بداية لها ما بعدها من حيث استمرار العملية التعليمية والترقي لمراحل تعليمية أخرى في السلم التعليمي عامر عمر عبدالله الشروق ولاية النيل الأزرق الدمازين كنا في ملتقى قيادات الإدارة الأهلية لتأمين الموسم الزراعي الذي انعقاد بنياء لحاضرة ولاية جنوب دارفور نظمت مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة دعا لتمكين رجال الإدارة الأهلية لتعزيز دورهم في حال حالة المشاكل التي تحدث بين الرعاة والمزارعين وتمثيل قطع الرعاة في لجان الأراضي لحماية المراحيل في مناطق الرعي فيما تعهد والي الولاية المكلف صلاح الدين أحمد الزين تعهد برعاية التوصيات وتنفيذها لكونها جاءت من قادة المجتمع المحلي الملتصق بواقع المواطنين هذا الملتغى أتى من ضمن عدد من البرامج والملتغيات ستنظمها المفوضية إن شاء الله خلال الموسم الزراعي لتعزيز الجهود الولائية المبزولة لتعزيز حماية الموسم الزراعي ودرء الاحتكاكات ما بين الراعي والمزارع حتى يأمن الجميع وحتى يكون هناك موسم زراعي آمن مستقر ينعم فيه الجميع بخيراته إذا كان المزارع لزراعته أو الراعي لماشيته فاصل من قناة الشروق تتابعون فيه بعض الفاصل ضبط كميات مقدرة من جلود الحيوانات محظورة لصيدها بالنيل الأبيض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجوف بشمال البلاد أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم الأربعاء في ثالث واقعة من نوعها منذ يونيو الماضي مع تصاعد العنف في البلد الذي تمزقته الحرب وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون ان الضربات الجوية التي شدها التحالف بقيادة السعودية أصابت منازل في منطقة الحزم مما أزفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان ومرأتان وقال ساكناني لوكالة رويترز ان سبع أشخاص قتلوا وتصعد العنف منذ ان انتهى في أواخر مايو مع وقف مؤقت لإطلاق النار فرض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية جال ميركل ان ميركل ناقشت مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء حضر الأسلحة المفروضة على إيران والوضع الحالي في ليبيا ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه برلمان شرق ليبيا من نصر التدخل المباشر في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المؤترف بها دوليا ومقرها العاصمة رابوس وفي بيان له قال مجلس النواب الذي عمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق ان الدعم المصري لازم لصدم ووصفه بالغزب والاحتلال التركي ودع البيان لتضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتلة الغازي ويحفظ الأمن القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس يورسون ان تحقيقا سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا المستجد لكن الوقت غير مناسب للآن إذ إن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة وقال جونسون اليوم الأربعاء سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل وبالتأكيد سنجري تحقيقا مستقبلا أو مستقلا فيما حدث فتحت السلطات المصرية تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بعد تسرب النفط من خط أنابيب بالقرب من طريق سريع مزحم في إحدى ضواحي القاهرة أمس مما أسفر عن إصابة 17 شخصا ويمتد خط الأنابيب على طريق سريع رئيسي على مشارف القاهرة وإفقا لبيان رسمي فقد اندلع الحريق على أول طريق القاهرة الإسماعيلي الصحراوي نتيجة لحدوث كسر من الخط وحدوث شرارة نتيجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدى الاشتعال الخام المتسرب وقال شاهد في مسرح الحادث أن أكثر من 20 سيارة احترقت وأن راكبها لم يكن فيها فيما يبدو وأظهر مقطع مصور بثة على الإنترنت أن اثنين من السكان وهم انتشلان شخصا مصابا بعيدا عن الطريق السريع في أخبار الاقتصاد أعلن جهاز المخابرات العامة بولاية النين الأبيض ضبط كميات مقدرة من جلود الحيوانات المحظور صيد ومعدل التهريب بمنطقة الميجينس بمحلية السلام الحدودية مع دولة جنوب السودان تغدر قيمتها بخمسة مليار جنيه ووقفت لجنة الأمن بالولاية بمقرر شرطة الحياة البرية بكوستي على الضبطية والإجراءات القانونية التي اتخذت بشانها وقال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية راضي الله العباس أن الضبطية عبارة عن 136 جلد تمساح و125 جلد أصل و726 صيات جرينتي غير مصنعة بالإضافة لعدد من جلود كلب البحر تم ضبطها محملة في عربة بوكس معدل التهريب هذه الضبطية الكبيرة التي نؤكد من خلالها أن هذه المخابرات والأجهزة العسكرية والشرطية هي حريصة على تأمين البلاد وموارد البلاد الاقتصادية وخاصة عمليات الاختراق والتهريب بالنسبة للموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية بالنسبة للدولة وإن كان هذا الإنجاز اليوم يختلف خليلا ولكن أريدنا أن ننبه لوحدة من الأشياء المهمة جدا الخاصة بالموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالحياة البرية والحياة في البحار وهي واحدة من الموارد التي إذا ما تم توظيفها بشكل جيد يمكن أن تسهم من خلال السياحة في الموارد الاقتصادية بنسبة للدولة ولذلك لا بد أن يتم الاهتمام بهذه الجانب من الموارد والتي يمكن أن تكون دافع قوي جدا للاختصاد السوداني الضبطية تمت في المقانس بسطة ناس جهاز المخابرات التنسيق مع شرطة قسم المقانس وهي ضبطية كبيرة جدا جدا ونحن إن شاء الله بسعيد المزيد من الضبطيات إن شاء الله الغوة منتشرة نشار كبير وأنا رأي في أدنينا في حاسة قبريقة ضبطيات بوسط ناس جهاز المخابرات والمخادرات قبل كي ضبطوا ضبطية ناس المباحث عندهم ضبطية شرطة الأمنية لم ضبطية الدعم السريع كان لم ضبطية محلية الجبلين لم ضبطية محلية تندلتي كان لم ضبطية محلية دويم لم ضبطية فمن هنا أشكر كل الإدارات المساعدان في التنسيق للمزارة بتاعة الضغطية هذه وإن شاء الله إحنا مستمرين في جراتنا الغانونية ولي حد نوصل البلاغ لي حد إن شاء الله تعهد عضو المجلس السيادي صديق تاور بمعالجة قضية الموصولين تعسفيا من مشروع الرهد الزراعي وحل المشكلات التي تواجهه الموسم الزراعي الصيفي واستمع تاور في ختام زيارته لحلف الجديدة للجنة المفصولين بمشروع الرهد وأشار إلى أنهم طرقوا العديد من الأبواب ولم يجدوا حلاً للمشكلة ودع تاور اللجنة لاتباع الخطوات المؤسسية في معالجة القضايا باعتبار أن البلاء تتجه نحو العمل المؤسسي وأوضح وجد صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير أن القضية يجب متابعتها من خلال لجنة إزالة التمكين مؤكداً وقوفه مع مزارع الرهد لإعادة حقوقهم كاملة وإعادة أسهم شركة السوداء للأقطان وأصول المحالج بالفاو وغيرها من القضايا من خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض ارتفع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي إلى أكثر أو ارتفع إلى أكثر من 136 مقارنة بشهر مايو بنسبة تقدر بـ 22.13% وعز البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء لارتفاع للزيارة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخمز والحبوب واللحوم والدهون والزيوت والبقوليات أو البقوليات وغيرها من السلع إضافة لارتفاع مجموعة النقل والوقود وبالتالي أسعار تذاكر المواصلات وارتفعت مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت إضافة لارتفاع مجموعة الترويج والثقافة لارتفاع أسعار المعدات السماعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات كالحواسيب الشخصية في أخبار رياضة سلمت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني اليوم الأربعاء مذكرة عاجلة للأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل احتوت على ثلاثة مخترحات لإكمال الدور الممتاز ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن في رئيس الاتحاد كمارشد داد لعب الدور السوداني بنظام مجموعتين وتضمن المخترحة الأول للجنة المسابقة باتحاد الكرة إكمال الموسم الرياضي بنفس الطريقة التي بدأ بها الدوري والمخترح الثاني أن يستكمل بواسطة التجمع في ثلاث مدن بنفس النظام ذهاب وإياب فيما وضعت اللجنة مخترح رئيس الاتحاد ثالثا بأن تقسم الفرق لمجموعتين وطلبت اللجنة من الأمين العام الدعوة لاجتماع مجلس إدارة طارق لحسم شكل استكمال الموسم بواسطة مجلس إدارة اتحاد الكرة تسود حالة من الترقب والقلق وسط أنصار نادي الهلال العاصمي بعد إعلان رئيس النادي أشرف الكاردنال ليته التخلي عن رئاسة النادي وانتهت دورة مجلس إدارة نادي الهلال العاصمي في يوليو الحالي لكن جائحة كورونا أدت لتأجيل عقد الجمعية العمومية للنادي واجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد وتنبع حالة القلق في أوساط أو أواصط أنصار النادي بسبب تزامن انتهاء أجل المجلس مع حلول فترة الانتدابات الرئيسية ويعمل أنصار النادي في تدعيم صفوف الفريق من أجل خوض المنافسات المحلية والإفريقية التي وصل فريق الكرة فيها لدور المجموعات في آخر مشاركة للفريق أعلن رسميا اليوم جدول مباريات كأس العالم لكرة القدم بنسخة قطر 2022 ويتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال إحدى عشرة ساعة في دور المجموعات وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن الجماهير التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا يمكنها متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد وتقام المباراة الابتتاحية للبطولة في الحادي والعشرين من نوفمبر باستاذ البيت الذي يسعه 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة وتلعب المباراة النهائية في 18 من ديسمبر باستاذ لوسيل الذي يسعه 80 ألف مشجع ويصدف أيضا الدور قبل النهائي مثل استاذ البيت ختماً لعرضاً للإخبارية ومشاهدنا الكرام نذكر بأبرز ما جاء به من عنوين يوبيا تعلن بدأ عمليات تخزين المياه بسد النهضة والسودان يرفض الخطوة الحكومة تؤمن على حق المواطنين في الاعتصام وتتعهد بتوفير الحماية للمعتصمين تحقيق ليكشف جملة أخطاء صاحبة عمليات تفريج السودانيين العالقين لمصر ختام عرضنا الإخباري قدمناه لحضراتكم من قناة الشرق شكراً لمتابعتكم تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة